اشتركوا في القناة الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء وفود 130 من ادارات الجمارك الاعضاء من خلال الاتصال المرئي طلب معالي الشيخ احمد بن حمد الخليفة القائم باعمال رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية دقيقة صمت حدادا على ارواح ضباط الجمارك الذين فقدوا حياتهم اثناء اداء واجب العمل الجمركي وضحايا فيروس كورونا بعدها رحب معاليه برؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع معربا عن شكره وتقديره لثقتهم في ترشيحه في شغل منصب رئيس مجلس المنظمة بالنيابة وقد اكد رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية خلال الاجتماع على اهمية المواصلة في هذه المرحلة على تحقيق اهداف المنظمة ورفع مستوى استراتيجيات وتشريعات العمل الجمركي التي تنظم التجارة بين بلدان العالم بما يسهم في رفع كفاءة اداء العمل الجمركي وجودته وبالتالي تيسير وتأمين المبادلات التجارية بين دول العالم وذلك من خلال توحيد النظم الجمركية وحماية المجتمع وصحة العامة من جانبه اشاد الدكتور كونيو ميكوريا الامين العام لمنظمة الجمارك العالمية بترأس معالي الشيخ احمد بن حمد الخليفة لاجتماع المنظمة وبجهوده البارزة في دعم رؤية واهداف المنظمة متمنيا التوفيق والنجاح مشيرا ان الدورة السنوية للمجلس هذا العام قد اتسمت بنقشات هادفة اكدت ان الحدود قد تنقسم وتتباعد لكن الجمارك ومن خلال تكنولوجيا تتواصل وتتحد منوهن ان الجمارك اظهرت مرونتها واهميتها في ظل هذه الازمة من خلال تعزيز وتأمين سلسلة التوريد العالمية وانه يجب على الجميع ان يتكاتف لمواجهة التحديات المقبلة وذلك من خلال القرارات التي يتخذها المجلس والتي ستصهم في تعزيز الدور القيادي للجمارك في ادارة الحدود الهدف من جالسات المجلس القادمة هو التأكد من تغطيتنا للبنود الضرورية التي تتم الموافقة عليها خاصة الميزانية لضمان حسن سير عمل منظمتنا واستمراريته ويجب الاعتراف والتفاهم بشكل تام الاختلاف في وجهة النظر بين العضاء حول بعض القضايا خلال الوباء الحالي والظروف الاستثنائية يجب ان تسود الوحدة عبر وضع الاختلافات جانبا الان اكثر من اي وقت مضى نحن بحاجة الى الضمان بقاء مجتمع الجمارك الدولي موحدا وقويا و اكثر من موافقة لطفاهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة